كريمة أصالة عن نفسي ونيابة عن رؤساء وهود الدول الإسلامية في موسم الحج لهذه السنة لأهنئكم بمناسبة عيد الأطحى المبارك ولأشيد أيضا بمستوى التنظيم المتقن لهذا الموسم الذي شكل إضافة نوعية في سلسلة نجاحات المملكة العربية السعودية في تنظيم الحج حيث حظي الضيوف الرحمن بكل أشكال الرعاية مما مكنهم من تأدية مناسك هذه الشعيرة بكل راحة واطمئنان وهي سنة محمودة ونهج قويم لهذه المملكة العظيمة على مر العصور حيث ظلت وجهة لكل الدول الإسلامية ومحجة للمسلمين من مختلف أسقاع العالم ليعيشوا في أحضان هذا الشعب المضياف والأصيل ولقد شهدت المملكة العربية السعودية وقبلة المسلمين رعاية متميزة كان لها الفضل في احتضان الأعداد الكبيرة من الحجاج والمؤتمرين وخاصة في أهدكم الميمون يا خادم الحرمين الشريفين حيث أبدعتم في تدليل الصعاب وأسستم لتنمية فعالة وجعلتم خدمة الحج في مقدمة الأولويات ورسمتم خططا ناجعة لتأمينهم وتفويجهم بانسيابية وانتظام مما أتاح الفرصة لأعداد كبيرة من الشعوب الإسلامية كافة لتأدية فريضة الحج بصدر رحب وتقدير واحترام وكانت جهودكم جبارة في خدمة الإسلام والمسلمين وإصلاح ذات البين بين المسلمين وجمعهم على كلمة سواء وظلت أرضكم المباركة منارة شامخة للعلم والسلم والتسامح تأسيا بمبادئ ديننا الحنيف المؤسسة على الوسطية والاعتدال والعدل والمساواة ونسجتم علاقات طيبة مع مختلف الشعوب وعزستم العلاقات التاريخية مع الدول الإسلامية تلك العلاقات الوطيدة المبنية على التعاون والإحترام المتبادل وهو ما رسخ حبكم في قلوب المسلمين وجعلكم قدوة في الفضل ونموذجا يحتذا في القيم والأخلاق الرفيعة وهو ما عبر عنه أحد الشعراء قائلا لآل سعود في الورث سبق والفخر فيومهم نصر وليلهم بدر ولقد جمعتم يا خادم الحرمين الشريفين هذه الخصال وفيكم يصدق قول الشاعر أيضا قد كنت أحسبه في الدهر خارفة فجاءني فوق ما قد كنت أحسبه وكما تعلمون فإن قلوب المسلمين وأفيدتهم معلقة بهذه البلاد منذ دعوة إبراهيم عليه السلام فاجعل أفيدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون خادم الحرمين الشريفين إن كل ما تحقق من نجاح في هذا الموسم يعود بعد فضل الله تعالى إلى رعايتكم الخاصة ورعاية سمو ولي أهدكم ويقضة وإخلاص كل القائمين على شؤون الحج وإننا لنسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء على ما تقدمونه من خدمات رائعة لضيوف الرحمن وأن يحفظكم ويسدد خطاكم وأن يحفظ بلادكم وجميع البلاد الإسلامية إنه سميع مجيب خادم الحرمين الشريفين لقد عشنا أياما مباركة في عبق الحب الرباني من خلال وجودنا في مرابع الوحي حيث كان القرآن يتنزل والهدي المحمدي يؤسس لمنهج إلهي قائم على الحب والتسامح والأخلاق ونحن إذ نغادر مهبط الوحي وقبلة المسلمين ليصدق فينا قول أحد شعراء شنقيط أتمسك دمع العين وهو ذروف وتأمن مكر البين وهو مخوف تكلم منا البعض والبعض ساكت غدا تفترقنا والوداء صنوف فآلت بنا الأحوال آخر وقفة إلى كلمات ما لهن حروف حلفت يمينا لست فيها بحالث لأني بعقب الحالثين عروف لإن وقف الدمع الذي كان جاريا لثم أمور ما لهن وقوف مرة أخرى أشكركم خادم الحرمين ترجمة نانسي قنقر